وصل عدد المستفيدين من برنامج التدريب ودعم الأجور الذي تشرف عليه وتتبنه مؤسسة تمكين إلى ما يزيد على 18 ألف موظف بحرني وألف وخمسمائة مؤسسة جاء ذلك على لسان علي حسن مدير مشروع برنامج التدريب ودعم الأجور في تمكين خلال مقابلة خاصة إجرها مع مركز الأخبار والتي أوضح فيها حجم تلك التحسينات التي طرأت على البرنامج منذ طلاقه عام 2007 حتى الآن وما هي تلفئة الرئيسية المستفيدة منه كالمؤسسات والموظفين والمعاهد التدريبية مؤكدا في الوقت عينه أن البرنامج يسعى بالدرجة الأولى إلى دعم جميع المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة في جميع القطاعات الحيوية البرنامج يدعم المؤسسات القطاع الخاص من خلال دعم رواتب الموظفين الجدد على يديهم أو الموظفين الموجودين حاليين وطبعا هذا الدعم يتراوح بين 50 دينار إلى 500 دينار إلى مدة 24 شهر أو 20 إلى 40 دينار إلى مدة 12 شهر ومن نسبة للموظفين الجدد الدعم يتراوح إلى ثلاث سنوات بنسب 70% 50% أو 30% طبعا هذا البرنامج يهدف أو يستهدف البحرينيين العاملين في القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية منها التجزال، التجارة، المنفاكتشرين، الكنستركشن بشكل عام ونحن بصورة محددة نهدف من خلال هذا الشراكة الثلاثية لماذا نقول ثلاثية؟ نتكلم عن مؤسسات القطاع الخاص نتكلم عن المعاهدة التربية الموجودة في البحرين ونعن الموظف البحريني لجعل القطاع الخاص في البحرين هو المحرك للنمو الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر